بناء على توجيهة خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على السعود واستجابة لدعوة المقدمة من الحكومة الفرنسية وصل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله العاصمة الفرنسية باريس معالي وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودوريان معالي سفيري خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري وسفيره فرنسا لدى المملك فرانسوا قويت كما كان في استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الأمير تركي بن خالد بن عبد الله وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز وعدده من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين وقد وصل في معاية سموه الوفد الرسمي المرافق لا تنسى الاشتراك وتفعيل التنبيهات لمتابعة كل جديد